اشتركوا في القناة بملينا على قناة الصح والجمال فحبيت يكون مع بداية حلقتنا نتكلم على اهم واكثر المباني تعقيدا واهمية في تصميم داخلي هي المباني العالي الصحية اللي هي بصراحة المستشفيات طبعا المبادة شائق جدا ومليان تفاصيل وللأسف الشديد يفتقد أسس التصميم الداخلي بواجهة عامة مش هنقول المستشفيات العامة هنتكلم عن المستشفيات الخاصة منها للإستثمارية برضو بتفتقد لنفس الأنصر وتحتاج فعلا تطوير واهتمام أكتر من كده موضوع معقد وكبير ومش هياخد حلقة ممكن هياخد بولا تلاتين حلقة عشان نتكلم في قسس تصميم ونتكلم فيه التدرج تنفيذها ونتكلم سواء عن الفير سيستم ولا السيستم الغاز أو الكاميرات كل ده ده بجزءها واحدة التأسيم الداخلي والإدارات ده هيحتاج وقت ستول جدا أنا هصلت الدوق على الشكل الجمالي أكتر عشان يعني لجه هياخد برضو فترة بس إن شاء الله نتوفق نيدا لنخلصها في الحلقة نهاب هنبدأ بعنصر الإداءة تخش المستشفى أنا شخصيا دخلت ومش أقدر أجيب صور طبعا مش محا تشيزع إداءات ما أنزل الله بهم السلطان ممكن نعمله في أي أماكن تانية إيه للمستشفى طيب نتكلم شوء عن المستشفى بتضم إيه وحدات الرعاية الصحية بجميع أنواعها تحتوي على إيه ناس مريضة بالإضافة لناس مرافقين ليهم تخيل كمة القلق التوتر دكتور برضو الآن على الحالة اللي دخلاله قسم تمريد شايل مسئولية مستشفى وإدارة شايل مسئولية أرواح ده مش أولى مكان نهتم بيه ونديله حقه في التصميم الداخلي مش مجرد إن أنا أروح لمكتب هندسي فقط وأقول له عايز أعمل المستشفى بشكل فلاني فهيبدأ يقسمي وهو بعد كده تصل للمعماري ويبدأ يقسمي وهو وهو ونقف هنا ونقول خلاص هننفس على كده فين دور التصميم الداخلي هي مش ليها أسس مش فيه ألوان معينة وكل مستشفى وليها وضعها وألوانها مش فيه إضاءات الكلام ده كله مش ده ليه دور طيب عايزين نتفق الأول على نقطة إن تصميم الداخلي وإعلاقته بنسبة الشفاء علاقة وطيطة جدا ودي حقيقة مش أنا اللي بقولها مش أنا اللي بقولها دي حقيقة ودراسات قالت كده المستشفى اللي اهتمت دي دراسات الألوان ودراسات الإضاءة واهتمت ووضعت أسس مظبوطة ومنها سبعة خمسين ما شاء الله ما شاء الله يعني تسلم إيدي الناس اللي اشتغلت في المكان ده بجد بيبقى نسبة الشفاء فيها عالية جدا أكتر من غيرها هي مش مجرد إضاءة أو مش مجرد أنا خش وده اللي بيضعالني يعني أنا بيتكلم مع دكتور مثلا أو كده الأونر أو مجموعة شركاء يتكلموك وكأن المكان يعني مش كلهم طبعا أنا مش بعمم يعني بعضهم ويكلمك عايز أعمل كذا والنور هنا كذا والنور هنا كذا في الأسف أنا دخلت المكان لقيت فيه إضاءة زرقة في الانديركت لقيت إضاءة زرقة تمدخيل طيب يعني إحنا كسبنا إيه أو إحنا خدنا إيه أو هو انطبعه إيه طيب هنتكلم بقى بالتفصيل كده واحدة واحدة ولكده معي هنبدأ بالإضاءات وهنمثل الإضاءات دي بمثال بسيط هتفهم معي سريعا لو إحنا قريدي حاملنا البلاتورة بشكل زي ما تشاهدين تسل الجماعة اللي اشتغلت حاجة جميلة جدا وما حطماش فيها ولا لمبة ولا إضاءة المكان جميل هين أنت شفت حاجة فين الجماعة شفت حاجة مفيش نور أنا مش شايف حاجة حلو كده طيب لو أن دخلت لك لامة صغيرة خالص بالعافة تشوف صبع هين أنت شفت حاجة ولا حاجة طب تيجي نعمل عكس طب أنا جبتها الكشفات الكبيرة بتتم اللاعب دي وحطيتها كلها فشة بعد كده مترخش تفرج على الجمال أنت هشوف حاجة ولا حاجة يبقى احنا كده اتفقنا أن الإضاءة هي الحياة أنت بتدي المكان حياة طب هل ينفع أن زي ما قلنا كده في الأول حلقة أن كمستشفى كمية التوتر والعصابية والقلق اللي موجودة في المكان ده مش ده أولا لحاجة أن أنا أرتب الإضاءة جميلة تخلي ده يركز تخلي ده يهدى وتخلي التمتصي القلق وتعمل نوع من الهدوء عشان كله ليه مصلحة الجميع هو أنت لما تعمل إضاءة مش مزبوطة في المكان كما ده هنطبع إيه؟ هنطبع بقلق زيادة وخوف زيادة وعصابية زيادة من سواء المرافق أو المريض هيحصل ده مع الدكتور هيبدأ ياخد غضي فعل ويتوتر لابن نتيجة نهائية ودي أرواح مكان فيه أرواح ممكن تروح يبقى اتفقنا أن على حاجتين دلوقتي أن أولي الأماكن بالتصميم الداخلي هو المكان ده مستشفات ومراكز الطبية بجميع أنواعها وكل حاجة ليها ليها تخصصها وليها ألوانها وليها تجلدها وليها 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 عشان كده بقولك الموضوع كبير جدا 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 فإحنا هنحاول نسلط الدوق على أن نقدر نعمله ونزبته يبقى احنا كده وصلنا إلى تصميم الداخلي أساس لازم نركز عليه في الأماكن دي بالزد طيب تاني حاجة الإضاءة خلص أعرفنا أن هي روح المكان طيب وبعدين لو عملنا إضاءة خفيفة طيب ما ده بالتالي هيعمل ايه هيعمل دي تحسن دي مش شايف كويس يعني دوقتي هو ماسك الورق أنا بقى عارف أقرأ أو عارف أتابع لو الإضاءة دي بسيطة عبد بقى أدايق 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 ما أنا مش عارف أركز ومش قادر أقبل من الحلقة مش شايف طيب ده أنا سليم الحمد لله ربني يبدي كل الناس صحة يا عفو ما بالك بقى المريض أو اللي مع المريض وخلي بالك اللي بيبقى مع المريض ده عشانا يعني ربنا ما يضع أي حد في المواقف ده بيبقى فعلا المرافق المريض ممكن يكون أشد من المريض وكلنا عارفين الكلم ده محتاج إضاءة مناسبة مش أقولك إضاءة يعني أنت حطي لي بقى كشفات لا عايز إضاءة مناسبة هادية طيب الإضاءة دي هي هتخلي المكان الناس تشوف بعضها وتمشي جوه المكان تتحرك بشكل ثلث ده ما عملناش كده ما عايش أنا آسف أنا بتكلم بالبلدي شوية بس ده مهم أتكلم بالبلدي يعني عايز أتكلم بالبلدي عشان كل يفهمني ما هما الناس اللي خبطت في بعضها جوه المستشفى زي ما أنت بتسمع كده في المستشفى العامة عشان ما فيش لها لفتات إرشادية ولا 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 والدنيا كل طول ما أنت ماشي سامع فين كذا فين كذا اطلع فوق السابع التان من تاسع الأسانسير فلاني اطلع السلم ده الوراني كله بيسأل بعض والدنيا ده مش شايد ما أنت لو موجود خريطة موجودة على الباب من برة وطول ما أنت ماشي تلاقي لفتات كده معاك يميين شمال مش هتحس بكل الكامده وتلاقي الموضوع قادر بالمناسبة لإضاءة مش مجرد إضاءة كده ده بتتحسب بالورا والقلم زي زي الحساب كده والرياضيات بتتحسب مكان زي ده كده بتعمل من الحسابية بتطلع كده اتوزع بشكل معين مش بس أن أنا بحط هنا طب وزعلي دي كده يا ابني واعمل لي كده وخلاص طيب أنا أرجو من الدكاترة وأرجو اللي تقديم قرار لازم مصنم داخلي هو اللي يهتم بالجزئية دي ييجي عندي ما بعد المعماري ويبدأ يحط لمسته المكان ده وظيفته ايه هنا نحط ايه ده هنا كذا وياخد كل الديات اللي محتاجة يبدأ اشتغل عليها ويشرحها وهو مش مجرد بس كده لأ الألوان دي عشان كذا 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 والأريا دي أو الزون ده كذا فالناس دي محتاجة الألوان بالشكل كذا وده برضو هيبقى في حلقتنا دلوقتي هنتكلم برضو عن الألوان مش إضاءة بس طيب إضاءة نوعين إضاءة طبيعية وإضاءة سنوعين طيب الإضاءة طبيعية لاغي نعنى مشاعة الشمس لها فواية كتيرة إذا كتر هم الليقولوا أنا مش هقول قد إيه هي مزيعة لا تعدى وتحصن هتكلم بس على اللي يخصني أنا في جزئية بتاعة الإضاءة الطبيعية تخش الغرفة من دول هتلاقي شباك قد كده والمثال قد كده هو ده ما يفعش يبقى كبير عن كده شوية تقريب سطارة تويسها مش كلها شيك وقت الصبح تفتح ويتدخل للمريدة ده أنا مش هايز أقولك إنه هيبقى لما يشوف البيول الخارجي والمناظر اللي برة طبيعية هو هيبقى تأثيرها إيه عليه مش مجرد إنه هو شمسه خلاص الموضوع أكبر من كده فليه نعمل بقى شباك قد كده طيب نعمل شباك قد كده قد كده طيب رضاة صناعية هي مش مجرد سبطات نبدأ إنه مجرد سبطات بس هيها مش فيلة طيب بيفضل لها اللون القبض الصريحة وغير مسلطة مش مباشرة نقول تاني إضاءة أبيض صريحة ده يفضل لها ما تكونش مباشرة يعني إيه؟ بتيجي من الإن دايركت أو اكشافات اللي هيبقى 60 وبتبقى ليها بغا من الأكليرك فبتنزل إضاءة غير مباشرة ما بتعمل لكش زغلالة ما بتعكسف أي إزاز أو أي معدن وتوترك خالص بتيجي صافية بتهدي المكان بتبقى جميلة بتتوزع بشكل جيب جدا بطبيعة حلها هي بتيجي متوزعك وعيسة جدا أنت مش بتوزعك يعني هي بتنزل مش مباشرة زي ما إحنا عادين كده وممكن بتيجي كاميرا وتلاقي إنعكاس مفيش طيب كيفين بقى الأماكن اللي إحنا نهتمل بها بالإضاءة بشكل قوي نقول بقى عند الممرات والطرقات أكيد زي ما إحنا قلنا في الأول بتفضل الدنيا رايحة جاية والناس كلها عايزة تشوف بعضها وعايز يعرف هنا لابد إن انت بتهتم أكتر بالإضاءة بتبقى إضاءة بتهتم بقى مش أوبر مش بحدش للأسف بيبعثول يقول إنت زودت هنا أو عم مش أوبر يا جماعة هل نتكلم إضاءة كافية للممر بتبقى زيادة شوية فين أماكن اللي هي إضاءة غير مباشرة قوي وضروري في الغرف والأماكن اللي بيحصل فيها الكشف دي عادة الخارجية الأفضل لها الإضاءة غير مباشرة هيا بتعمل زغلالة بتعمل لها الإضاءة المباشرة بتعمل زغلالة فبالتالي ما بتخليش الطبيب ممكن تكون عنده مشكلة فعني أصلا أو حاجة وده بتبقى نسبة وسيطة بس عمتا الأفضل لها الإضاءة لغير مباشرة بتعمل في حوائدها كتير بتعمل نتص التوتر والغضب وأماكن دي بتبقى شديد الغضب بالأسف طيب إضاءة ملونة بتبقى خاصة زي الحدنات بتبقى خاصة إحنا الإضاءة هنا باللون كذا مش بنوزعها في الأماكن كده والله دخلت مكان بحد كويس يعني حد مشهور ومعروف ليه المستشفى كويسة أسف حتى الريسيفشن برة في كمية عناصر الدكور زي بشكل غير طبيعي ودر بالمكان إضاءات ألوان مش هعرف إيه الفايدة منها يعني هو هو زي مر هنا أنا ما أظنش نداد زي مر يعني هو استفاد إيه أكيد ده طلب الطلب منه لو هو زينا يعني هو الطلب الطلب منه لكن مستحيل تطلع منه الاندارك فيها كذا لون إنت متخيل يعني الاندارك نفسه اللي هو بيت النور في كذا لون طيب الاماكن المتظر إحنا زي ما قلنا الريسيفشن ده اللي بيهتمي بيه برضو بيبقى بيحتاج عشان ده مكان برضو بيبقى فيه ملال زيادة يعني أنت تبقى قاعد بيستني دورك ورتاح فممكن تطول إنت لو ما عملتش إضاءة كويسة إحنا هتلاقيني بقول إنت ده فلان دخل قبل مني لي وفلان دخل بعد مني لي ومعرفش إيه ومش عارف فاكرة طب إقرالي دي طب كذا طب كذا لذوقا بقى عند اللافتات زي ما قلنا في البداية برضو ونعبع لها تاني من أكبر وأهم أماكن من إنت اللي لازم تهتمي بيها ياما هنا نفسها تبقى مضيئة الشهادات تبقى موجودة هنا العمليات هنا كذا هنا كذا عشان تبقى تفاهم انت رايح فين وجاي منين نفترض هنا بقى عند الحيطة دي جاء وما فيش إضاءة كويسة زي ما قلنا في الأول الناس تتخبطت بعضها لو بتحصل أنا يعني الكل ده شوفني في أماكن وهي بصراحة أنا بشوفها كويس أماكن طوارئ لو ما فيش إضاءة كويسة محترمة وباينة من بره ممكن روح تزعك في ثواني اتأخرت بس داخت من باب غلط أو راحت رافت حوالي لساعة عشان مش هعرف تخش الباب الطوارئ فلازم يكون فيها إضاءة من الخارج تبقى أنت شايفة وإنت جاي من بره من ده باب الطوارئ وطبعا اليافطة بتبقى كبيرة جدا وباين هذه الطوارئ تحسن من جاي من بره لقدر الله بنا أحفظ الجميع حادثة ولا حاجة بتبقى جاية جارل بتبقى عايزين يخش بصرا كأهمية اللون الإضاءة هنا أهميتها غير غير مقتد لازم تهتم بيها ومين يحط الكلام ده سين ولا جيم ولا عين هو المصمم طيب اللون منبع البهد تأكد تأكد بس لا منبع اليأس زي ها اللون الألوان اختيارها سيء إن جايب بتديك انطباعات على شخصيتك على تربية ابنك على المريض موجود في المستشفى بجد أو بجد ودي مش كلامي لدراسات ليها تأثيرات فيسيولوجية وسيكولوجية معروفة لكل الأطباء طيب كان في دراسة كده يقرأها لكم سريعاً كده ملحظها لدكتور اسم برودوسكي قال لك اللون بنفسجي بيؤسرع القلب والرئتين اللون الأزرق مضاد اللي يعفونا ويقلل من فعل التقيح اللون الأخضر بيأسرع الإجهاد العصبي وبيعتبر مسكن اللون الأصفر منشط لخلايا المخ اللون الأورنج بحسها الحركة والإحساس بالمرح وبيزيد من ضربات القلب بسيط الأحمر لون ساخن جداً ومعروف طبعاً بيزيد حياة الالتهاب وبيزيد غضب طيب أنت تطفق معي أو تختلف مش دي المشكلة بس هو إنه تأثيره سيكولوجياً لأ ده ما فيهاش كلام طب فيه معلومة الكذبان المصريين أول ناس كان بيعرجوا بالألوان وعارفين تأثيرها ولحد النهار ده ألوانهم موجودة على معابدهم مراحتش فده مش من هباء ما هو من علم الأماكن اللي فيها تجمعات أكتر اللي هي الريسيفشن لازل تبقى ألوانها هادية تخش بقى المكان تلاقي المستشفى الخاص عاملة بنيت أو البوستر حاجة كده من الأول لآخر وشكل وألوان صخبة وحاجة واسم المستشفى واللوجو بشكل فج مدخل تلاقي يمين ومش مرت لقى المدخل وأصمد ده كده ما شاء الله أنا مش بعيد في كده بس أنت اختيار يعني الكلام ده بتعمل مش باختيارك لأحات مصم يقولك لأ ما ينفعش هنا أو ينفع هنا بس الأماكن بير فيها غضب شديد أو اكتف أو ناس يعني مرض نفسين أو كلام ده حابة زيوم البنكي طيب في نصيحة مهمة جدا 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 لما ديجي تعمل ألوان ما تختارش ألوان أو نوعيات زي الفلفت وا 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 والإيها اللي تبقى بتدي إيه إيحاقات لأ هات اللون صريح على درجة الكمبيوتر مش مجرد أنها إيه طب الخامة دي أصلها فخمة أصلها ممكن أماكن الإدارية اللي ما بتحتكش بمرضى زي قط المدرأة أو كده لكن تعالى في الأماكن النعامة دي كلها لا يحبس لها إيه اللي الألوان الصريحة فقط لا غير فاصل أرجع لكم تاني نكمل الألوان وهمتين ممتها ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة انا مهمتي ان انا اوضح سلبيات موجودة انا مش اتكلم عن العام انا بتكلم عن الخاص اللي احنا نقدر نغيره اللي في ايد اي حد يقدر يكرر في ايده قرار يقدر يغير الموضوع مش بحساسية انا مش بعيبة على حاجة موجودة في حاجات هي موجودة كويسة ومتبكة وقلناها بس في اماكن تانية انا شفتها خاصة مش مطبكة الوانها غير مطبكة شكلها غير هادي بيسرني دخلت وتعبت وكتير اشتكوا تعاملت مع احد الناس واشتغلنا معهم لأسف بيخش تدخله في حاجة من صميم شغلك يقول لي انا عايز اللون ده عايز درجة دي اغير لي درجة دي او اعملي كذا الموضوع مش فيلا يا جماعة فمعلش تسامحوني انا مش بهاجم حد وما ذكرتش حد سلبي انا بواجه وضع سيء بنحاول نغيره للاحسن او ناخد بناء بعد كده طيب نخش في الموضوع غرف الاقامة اللي هي بتبقى بعيدة عن الشمس غيرها اللي بتبقى ليها فيو على الشارع وشمس بدخلها بابيها ليها الوان عكس الالوان دي دي بتبقى الوان دافية اللي هي طبعا متخشهاش شمس الوان تاني لا بتبقى الوان هادية وبرا في النقاها ما نفعش نقعد نحط لها اي لون وخلاص او والكلام ده لا بتبقى ليها الوان دافية افضل لك وافضل للمريض بتاعك ليه الوان دافية هتقول لي انت عارف لي عشان بتحسه على الحركة اكتر بتساعد على الشفاء اكتر بسرعة غير اللي لسه اللي هو بيبقى ليسه متوتر لا بيبقى دي اللي هي الوان هادية الممرات ما عادش بقى اللي هزق فيها بقى الاعنات بتاعت المستشفى الممرات دي بتبقى الوان فتحة عشان تعمل انكاس للضغو وتدو وسق نحطيش بقى الوان غمقه او بوستر كبير او الكلام ده طيب طيب الوان ارضياط طيب عن الرمادي الاصفر انا جمعنا بتكلم عن الوان ما حاش بقول لي انت طيب انت ما تكلمش لي عن مواصفاتها المواصفاتها معروفة هي ليه اشترطات زي الانتي باكتيريا زي ان هي تبقى تتحمل المواد اللي هي المواد اللي بتبقى التعاقمية وغالبا بتبقى فنيل وبتبقى مواصفات اوروبية معينة طيب مش نتكلم عن المواصفات انا بتكلم على صاميم الجمالي اللي بيقصر على كده على المريض اللي موجود ايه لونه بيفضل لون الرمادي او الاصفر او البرتقالي المتوسط طيب الاصف بص بقى ارجوكم محدش يعمللي في السقف كذا الون مستشفيات لون واحد وشكل او شكليم بس 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 لون السقف دا انا لو كشفته لك انت انت يغمى عليك من كم التجهيزات اللي الفوقية ما تعملش بقى شكل واثنين وثلاثة وهنا شكل وهنا شكل وهنا شكل وهنا شكل وهنا شكل وهنا شكل وبيعود اختار في اشكال هي شكل شكلين سابت على جميع المستشفى يا فلات يا ايه ما بيبقى شكل اللي هو عشان ان دايركت اللي هو البيوت النور اللي بتدي اضاءات اللي احنا بيحتاجها طيب لون واحد اه لون واحد ويفضل الابيض عشان برمز النقاء والصفاء يعني هو النقاء والصفاء هيبقى احسن مكان لها ايه مستشفىات فيفضل الابيض ليه برضو عشان بيعكس الضوء ما يمتصوش يعني محتاج ضوء عامل الوان فيه تمتصو؟ مش منطقي معلومة الوان العمليات البلو جرين هو اللون المكمل البصري بص المعلومة دي مهمة جدا المكمل البصري للدم والانساجة للجسم يساعد الجراح على التركيز فقط على اللون الأحمر يعني درجة اللون دي بديديك تركيز على اللون الأحمر وعلى اللون يعني على يعني بديك على اللون الأحمر تركيز أكتر شيء بحيث ان انت تركز على شغلك الله طيب احنا بناعملها أبيض من زي ما بتخيل تلا غلط او والله تلا غلط لون أبيض وهم جلدينها سيراميك بتعمل زغلالة تقصر على طبيب هو يشغال تخيل يبقى بلو جريم الناس دي بتعمل دراساتها زيمن واول باول ناخدش منهم ليه طيب اللي أسقف الأسقف اللي لازم تكون على منسوب يسمح بالتهوية تهوية طبيعية ما هتقول لي قصر هي احنا طبعا تكلفات والجريلات بتجرب كل الأماكن وبتعمل تجديد طبيعي مفيش أحسن بالتهوية الطبيعية برضو أنا مش بقول لي ده وحش لا ده وضطرنا ليه طبعا خلاص يعني فيه خلاص يعني لكن لا طبعا ما فيه بقدير نقدر نرفع السقف ونعملوا على نسوب كويس خلاص يبدأ أولى طيب الأرضيات حسب الاشترطات طبعا احنا قلنا ألوانها ولكن حسب الاشترطات حسب ما بتوضع سواء سراميك سواء بنيل سواء بورسلين بس يعني من وجهة نظري يعني أنا شفته كده أفضل حاجة لها حتى الآن هي الرخام الجرانيت بزات الأماكن بيقعد طبعا ترولي روايح ترولي جاية يعني بري بالمكان بيتبري نعمل سراميك مفيش شهر 2-3 مع القوة العامة هتلاقي في أماكن معينة راح يتمسح بس البرسلين أكيد أكتر حاجة فعلا وتقدر تتجددها بسهولة تقدر تتحمل النظافة تتحمل المواد الكوية والمعقمة بتتحمل كل حاجة الجرانيت وبعد فترة أول ما بيتبري ويبدأ يحصل فيه ما بيتبريش بس هو بيضفي تيجي بعد كده ممكن بتجلي بتلمعه يرجع تاني كويس وتبقى الشغالية من جديد ده موجة نظرك أول مين بتشيل وتلزق من جديد والأماكن اللي بقى فيها ببرد بتحط فيها سمكات معينة يعني لها وده برضو اللي مش هتخش فيه دي بقى الموضوع الاشتراطات والأمور دي بتبقى موضوع واسع جدا ومش هيكفينا هنفضل نتشعب ومش هنطلع بالحلقة بحاجة طيب الأساس 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 زي ما انت عايز بس هو فيه شرط واحد إنه يكون مريح بخشه مستشفى ألاقي الأساس بتاعه معدن على أساس إنه يبقى معدن طب المريض هيقعد وهو تعبان يتعب المرافق المستن المريض بيعام العملية أوي 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 يقعد يتعب يعني انت مش هتقعده عايز تمشيه بسرعة مثلا لازم يقوم ريح ما يبقاش الجلسات اللي هو يرتاح عليها اللي ها معدد طيب يكون قابل للغسيل كويس جدا يكون قابل للنظافة والتاكم ومضاد ومكافحة اللي عادة طيب نخش في الأكسسوريز خلي ديما نزرك في النباتات تفنن فيها بجد بيعمل تأثير غير عادي على نفس المريض والدكتور نحن يا جماعة زي ما قلنا المكان ده فعلا بيتردد عليه ناس كلهم في قمة التواطر مريض والمرافق ليه ده غير ده في ناس سيانات بتخش الأجهزة السيانات ده غير السيانات العادية للمبنى ته متخيل كام غير الطبخين غير المغاسل غير 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 بجد الأماكن دي بتبقى على قدر المسؤولية عالية جدا على قدر المتعقيد عالية جدا ما شفتش أعقد منها في شغلها بصراحة طيب النباتات شمنتوشي النباتات اهتم بالنباتات أكتر حاجة تمام حتى التابلغات آه تخيل التابلغات اللي بتحطها في الممرات وا 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 بتكون هادية تعمل حاجة من الطبيعة مش مجرد إن أنا عايزة أحط حط 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 هقول لك حاجة أخيرة ما يكونش همك كترة عناصر فايدة عناصر ما يكونش انت عايزت تعمل image للناس والمكان إنه قوي جدا غير سمعتك طبعا أو سمعت المستشفى لا بتعمل عشان أسعارك كان بصراحة مش كترة عناصر طيب حاجة أخيرة خالص المستشفىات بما اللي نكون المفروض نحن نتكلم من النهاردة في الاستايلات طب يعلى أكتر الاستايلات بقى بمستشفى طب تخيل المستشفىات بيتعمل فيها لمسات من الاستايلات تورونا يا جماعة كده الفيديو من عام دوكم هتلاقي مستشفى في مدينة من وراء واخد طبعا إسلامي تخيل آه وعادي وما فاش مش كترة بتبقى لامسة بسيطة مش هيعمل ده التفاصيل التصميم الإسلامي يعني الطرق الإسلامي بقى لامسة من الفرنسي في فرنسا فيه كده عمله برضو نفس القسم حط تماثيل برة وحط حاجات ملفانيات الفرنسية برة وجداريات كبيرة في المداخن كل بلد ديها يا حضرتها أنت ممكن تاخد حاجة من حضرة المصرية وتبدأ تعمل منها مش ما بقول لكش خد تفاصيل أنت خد لامسة حاجة بسيطة يا جماعة موضوع المستشفى بعتذر أنه ما قدرتش ألم كل ده في حلقة واحدة لأنه لايمكن لايمكن تتلامي في حلقة واحدة ولكن أرجو تاخدوا كلامي على ما أحمل الجد نقدر نغير بجد قدوا المصمم حقه في الحتة دي مش مجرد نحن نقف حد المعماري وخلاص بقى نعمل إخراج للمكان وبس يا جماعة كل زون في المستشفى بيحتاج إضاءة زي ما قلنا وألوان زي ما قلنا وأكسيسرز زي ما قلنا خاص بي كل نوع مستشفى وليها أسلوبها أسلوب تعامل معها للمصمم حسب الداتة اللي بتجيله ما تقفوش لحد هنا وبس المصمم الداخلي دور كبير جدا يا رب يكون وصلتكم رسالة ويكون قدمت حاجة جديدة ونبهتكم لحاجة مهمة وقالكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته